هذه هي حقيقة السمرار المسيماني وتمديد عقده مع الأهلي وهيثم يغيب عن الأهلي لفترة طويلة والنصر يشارك في بطولة دولية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس أو فارس أفيش المقطع جديد وأخبار جديدة ونبدأ مع أول موضوع عندنا في حلقة اليوم إذا ما كنتم عارفين فزي ما هو ظاهر لكم الآن عبر الشاشة الحمد لله على كل حال هيثم عسيري بشكل رسمي أجر اليوم عملية في الكتف ورح تغيبوا هذه العملية عن الملاعب حسب تقرير النادي الأهلي ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وبحسب المصادر أيضا هيثم عسيري يعاني من إصابة في الكتف من أكثر من ثلاثة أشهر لكن اللاعب تحامل على إصابته ولعب طول الفترة الماضية وهو مصاب لكن تحامل على الإصابة عشان يرجع الأهلي لمكان الطبيعي وبعدين يسوي العملية في نهاية الموسم وللأمانة هذا أمر أبداً مو مستغرب من هيثم عسيري هيثم عسيري اختلفنا أو اتفقنا على إمكانياته اللاعب في النهاية من الأشخاص الوفيين جداً للأهلي يعني هيثم موهبة أي نادي يتمناها من الأندي الموجودة في القمة في الدول السعودي إن كان الهلال للاتحاد النصر فهيثم بعد سقوط الأهلي كان يمدي ترك الأهلي مثل ما سوى عبد الرحمن غريب وغيره من اللعيبة لكن هيثم فضل الاستمرار في الأهلي وفضل أنه يجدد عقده ويقود هذه الفترة ويرجع الأهلي لمكانه الطبيعي يعني إن كان فيه بودبوز من اللعيب اللي ما قصروا وخدموا الأهلي في هذا الموسم ففي أيضاً أنا بوجهة نظر هيثم عسيري هداف الفريق سجل عشرة أهداف وقدم موسم كويس لكن عنده بعض الإمكانيات اللي يحتاج يطور نفسه فيها وبإذن الله هيثم عسيري قادر على تطوير نفسه في هذه النقاط السلبية اللي عنده ويوصل لليفل عالي جداً ولكن الشي الإجابي في الموضوع واللي أنا تكلمت عنه كثير من قبل أنه فكرة يكون عندك أسماء محلية كويسة الآن هيثم عسيري بنسبة كبيرة رح يغيب عن معسكر الفريق اللي رح يبدأ خلال الشهر الجاري لكن أنت في نفس الوقت عندك فهد الرشيدي سميحان النابت ولسه ممكن تجيب جناح محلي جديد هذا غير الأسماء الثانية اللي عندك ففي هذه الفترة أنت هيثم عسيري ممكن يغيب عن أول جولة أو أول جولتين بسبب موضوع التأهيل وإلى آخره لكن أنت في هذه الفترة عندك أسماء محلية قادرة على سد الخانة حتى عودة هيثم عسيري من الإصابة اللي حتى ممكن يرجع ويتواجد من على دكة البودلاء في ظل وجود هذه الأسماء الكويسة في الفترة القادمة في الأهلي فلذلك إحنا لازم دائماً يكون عندنا طموح أنه الأهلي يرجع لمكانه السابق من ناحية القوة المحلية فكرة أنه تكون عندك فقط أسماء أجنبية وما عندك أسماء في الدكة كويسة أنا أشوفها فكرة جدد سيئة بالعكس رجع أمجاده 2015 وال2016 وال2017 وال2018 وغيرها من المواسم وخلي عندك دكة قوية بحيث أنه الله لا يقدر أي لاعب غاب على طول يتواجد لاعب أفضل منه أو بنفس إمكانياته يعوض غيابه ننتقل الآن للموضوع الآخر في حلقة اليوم لكن قبل ما ننتقل لهذا الموضوع إذا لسه مشتركت في القناة واشتنتظر يا غالي بها تخلي نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم وضع الزر لك عشان يوصل لهذا المقطع لأكبر عدد من الشخاص وأيضا إذا كنت حابب تدعم القناة طالع لك الخيار عبر الشاشة وننتقل الآن للموضوع الآخر في حلقة اليوم إذا ما كنتم عارفين فأغلب الأندية الآن بدأت استعداداتها وتحضيراتها للمعسكر اللي رح يبدأ في الفترة القادمة استعدادة للموسم القادم فبحسب الأخبار في عدة أندية حددت وجهاتها حسب كلام أحمد كعكي الاتحاد رح يقيم معسكره القادم في السعودية الأهلي بحسب كلام المصادر رح يكون معسكره في النمسا أو البرتغال أو صربيا أما النصر بحسب الكلام فهو بشكل رسمي ومؤكد رح يشارك في بطولة رح تقام في اليابان في الصيف القادم وللأمانة أنا شوفها خطوة جريئة وكويسة من فريق النصر لأن هذه البطولة رح تتلاقى فيها مع أندية ممتازة وممكن يستفيدون اللعيبة بشكل كبير من مواجهة هذه الأسماء اللي رح تواجهها فالنصر في البطولة اللي رح يشارك فيها في الصيف القادم رح يتواجد معاه في نفس هذه البطولة كل من برشلونة الإسباني سلتك السكوتلندي بيرغنهام سيتي الإنجليزي وأيضا باري ميونيخ الألماني باريس سان جرمان وإنتر ميلان كل هذه الأسماء للأمانة أسماء كويسة جدا النصر يوم يلعب هذه المواجهات اللعيبة رح يبدون كل مجهودهم عشان يطلعون بأفضل شكل أمام هذه الأندية الكبيرة فأنا أشوفها خطوة موفقة إحنا لو نتذكر أنه أغلب الأندية السعودية يوم تقيم معسكرات خارجية تكون الأندية اللي تلعب معها أندية نوعا ما متوسطة للمستوى يعني ما تكون هي الأندية اللي لها اسم كبير أو أنها تكون اسم صغير لا تكون متوسطة أندية ما لها الشهرة الكبيرة في الدوريات اللي تلعب فيها لكن النصر سوى خطوة جريئة وللأمانة تحسب لهم وأنا أعتقد من أسباب هذه الخطوة اللي سودتها إدارة النصر هي صفقة رونالدو اللي للأمانة تخلي أي دولة في العالم تغير تصديف النصر في معسكر القادم لأنه وجود رونالدو في هذه الدولة أكيد ممكن يفيد ببعض النواحي تحديد أن رونالدو غالبا يصور يوميات في مواقع التواصل عموما موضوع الصفقات العالمية رح يفتح مواضيع كثير لندي تدوري السعود في الفترة القادمة رح يستفيدون منها غير تطور مستوى الدوري وتطور مستوى اللعبين اللي تكلم عنه رونالدو في مقابلة سابقة ننتهي من هذا الموضوع وننتقل الآن للموضوع الأخير في حلقة اليوم وهو بخصوص موسماني إذا ما كنتم عارفين فيوم الأمس ظهر موسماني في مقابلة مع برنامج في المرمى وتكلم عن عدة نواحي أولها موسماني أكد أنه عنده زي ما هو ظهر لكم عبر الشاشة بند يسمح له بتمديد عقده تلقائيا بعد صعود الأهلي للدوري الممتاز وهذا الكلام طيب يا فارس ليش هذا الكلام غير صحيح وش مصدرك من الموضوع تيسير الجاسم سؤل في أحد المقابلات اللي سواها هذا الموسم مع برنامج أو انج سبورت وقالوله هل التوقيع مع موسماني مشروط بأنه المدرب يجدد عقده تلقائيا أو أنه يكون هذا الخيار بيد المدرب فتيسير الجاسم رد عليهم وراح ترككم مع الرد غير مشروطة الآن لكن هذا البند في يد النادي تيسير الجاسم قال كلام أكثر لكن ما قد أطلع لكم المقطع بسبب حقوق الطباعة والنشر المملوكة للقناة اللي سوت المقابلة مع تيسير الجاسم لكن تيسير الجاسم أكد شخصيا أنه بند تمديد عقد موسماني مع الأهلي هو بيد النادي وليس بيد المدرب وكل اللي قاعد يسويه موسماني في الأيام الماضية سواء الأخبار اللي قاعد تطلع في الصحف أو الأخبار اللي قاعد تطلع في المقابلات هو بمجرد ضغط من موسماني على إدارة الأهلي من أجل تمديد عقده وهو الشيء اللي ما تبغى تسويه إدارة النادي الأهلي الحالية أبدا وهي تبحث عن المدرب أفضل وبدأت المفاوضات من فترة طويلة مع عدد من الأسماء اسمعنا سابقا ماركو زلفا وفي أسماء ثانية طلعت لكن أنا شخصيا قلت لكم سابقا ما رح أتكلم عن موضوع المدرب حتى يتم شيء رسمي أو مؤكد بالنسبة كبيرة عموما موسماني أيضا في نواحي ثانية تكلم عنها أبرزها ناحية أمرال واللعيبة الباقيين أنه هو شخصيا ما اختار أي أجنبي من الأجانب وكانت عنده رغبة أنه يجيب أجانب ثانيين وهو الشيء اللي منعه منه تيسير الجاسم وللأمان أنا هني تيسير الجاسم لأنه كانت رح تسير سمسرة في النادي وكان رح يجيب موسماني أسماء دربها سابقا في أفريقيا وأغلبهم كانوا لعيبة مصابين وانتم تتذكرون هذه المواضيع تكلمت عنها قبل أشهر من الآن ختاما شاركوني رأيكم تحت في التعليقات حول جميع مواضيع حلقة اليوم مهتم جدا لسماع رأيكم وإذا عجبك هذا المقطع والسامتعد فيه طالبين بسيطين منك الأول اضغط زر لاك عشان يصر هذا المقطع لأكبر عدد من الأشخاص والثاني هو الأهم عندي شخصيا اشترك في القناة ذا لسه مشتركت وانا مسهل لكم العملية زي ما تشايفين الآن فوق عسار الشاشة طالع لك شعار القناة اضغط عليه واشترك وخلينا نوصل أكبر عدد من المشتركين اليوم وعلمين الشاشة في مقطعين جدا مميزين اختري واحد منهم وعتب الذلان وعجبكم لا تنسى في ختامكم المقطع تذكر الله عز وجل فارس أو فارس أوفشل لا تنسون دايما وأبدا صلونا على نبينا محمد